الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد المدنية أكدت أن الحكومة ستحرص على الحفاظ على الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه بحيث تحتسب هذه المرحلة على أساس 2.5 لكل سنة غير أن الإصلاح سيمس بشكل كلي الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذ الإصلاح وكذلك السنوات المتبقية للموظفين الحالين وشددت على أن الإصلاح لن يمس المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي الحقوق حيث سيستمرون في تلقي معاشاتهم دون أي تغيير وقدمت الوثيقة نماتج للتأثير المحتمل للإصلاح على موظف يتقاضى 3 ألاف درهم أو 7 ألاف درهم أو 15 ألف درهم وكذا معدلات تعويض بالنسبة لموظف راكم إلى حدود الإصلاح 10 سنوات أو 20 سنة من الانخراطة كما أوضحت الوثيقة لوزارة الاتصال أنه لم يتبقى إلا ثلاث سنوات لإنجاز الإصلاح قبل أن يتم اللجوء قانونيا إلى رفع معدلات الاقتطاع بطريقة قصرية وتلقائية في 2017 وفيما يتعلق بمحاور الإصلاح فتتمثل حسب المصدر ذاته أي وزارة الاتصال في ضرورة الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد ومراجعة قاعدة سنوات احتساب المعاش وتقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش ورفع المساهمة بطريقة تضامنية وشددت الوثيقة على أن المسار المقترح يتمثل في إجراء إصلاح شامل يتم البدء فيه بنظام معاشات مدنية مشيرة إلى أن الإصلاح سيمكن من تأجيل تاريخ بروز العجز بثماني سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022 مما سيسمح ببلورة إصلاح شامل وملائم لأنظمة التقاعد كلها وبخصوص مسألة جعل رفع سن التقاعد اختياريا اعتبرت الوثيقة أن هذا الأمر سيجعل فئة من الموظفين تؤدي لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد أكثر من الفئة الأخرى وبالتالي لا يمكن أن يتمتع كل المتقاعدين في المستقبل بنفس الحقوق في غياب عدم المساهمة بنفس الواجبات مشيرة إلى أن نظام التقاعد النسب المبكر سيبقى متاحا وفق الإصلاح وحول مدى قدرة ميزانية الدولة على تحمل كلفة الإصلاح شددت الوثيقة على أن تحمل مجموع كلفة الإصلاح سيؤدي إلى تقليص ميزانية الصحة والتعليم والاستثمار العمومي المنتجي لفرص الشغل مشيرة إلى أن ميزانية الدولة تتحمل أصلا نسبة معتبرة من كلفة الإصلاح والمقدرة بأربعة ملاير درهم سنويا بدءا من سنة 2016 كزيادة في نسبة مساهمتها وبحسب الوثيقة كذلك تعود أسباب أزمة نظام المعاشات المدنية أساسا إلى طريقة احتساب التقاعد بحيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2.5% من آخر أجر محصل عليها بنسبة تصل إلى 100% في حالة احتساب الامتيازات الضريبية حيث يتجاوز المعاش المستحقة آخر أجل محصل وقد كان تطبيق هذه الطريقة ممكنا في السابق عندما كان هناك 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد أما الآن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد وبالتالي أصبح تطبيق هذه الطريقة اليوم غير ممكن لأن المداخل لم تعد تغطي النفقات كما تشير الوثيقة إلى أن نفقات التقاعد انتقلت من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14 مليار درهم سنة 2013 وذلك لفائدة 280 ألف متقاعد وخلصت الوثيقة إلى أن الصياغة النهائية للإصلاح سيتم اعتمادها في إطار الحكومة وستعرض على البرلمان للمصدقة قبل البدء في تطبيقها ترجمة نانسي قنقر